كنت شاهدون في هذا الفيديو مزوءات الوضع البشري ونرى مفهوم الشخص وبالضبط وسوفر المحور الشخص والهوية إذا الإشكال المرتبط بهذا المحور الشخص والهوية هو كالتالي هل هوية الشخص تخضع للوحدة والتابات أم أنها تخضع للتعدد والاختلاف والتغير يعني ل sebel sebel في الس Matt وتقوم على أساس ما هو تابت أم أنها تقوم على أساس ما هو متعدد وتغير في هذا الصدد هنشوفه المواقف اللي كتقول باللي أن الشخص هوية الشخص تقوم على أساس ما هو ثابت وهنشوفه موقف خاص بأن هوية الشخص تقوم على أساس ما هو متعدد ومتغير إذن هنشوفه في هذا الصدد روني ديكارت الذي يعتبره أن أساس هوية الشخص هو ثابت هو أساس ثابت وهو العقل إذن قراء الموقف ذي روني ديكارت يؤكد ديكارت أن العقل هو أساس هوية الشخص يعني كيعتبر لنا بأن العقل هو أساس هوية الشخص وأن العقل نور فطري موزع بين الناس بالعدل يعني أن العقل هو واحد الحاجة فطرية لعد أي إنسان وما الدات الإنسانية إلا شيء مفكر تتمتع بالنقد والشك والفهم بدليل العبارة الشهيرة لديكارت أنا أشك أنا أفكر إذن أنا موجود إذن روني ديكارت الشهرة بقولته أنا أفكر إذن أنا موجود من هنا يتبين أن الدات الإنسانية تتمتع بالنقد والشك والفهم وبالتالي فأساس هوية الشخص هو أساس ثابت نرى الآن سنرى موقف جولوك لا يقتصر جولوك على العقل فقط في تحديد هوية الشخص فاقتران الفكر مع الشعور والحواس هو ما يحدد أساس هوية الشخص التابتة شرطة حضور مفهوم الذاكرة إذن خسكم تعرفوا أولا في أنه عندنا المحور دي لهوية الشخص يقوم على مفارقة أساسية هل أساس هوية الشخص أساس ثابت أم متعدد ومتغير وتراجعوا هاد المواقف اللي درت دابا وبالتوفيق